عقد مصطفى مدبيولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024 تناول الاجتماع مستهدفات الخطة الاستثمارية من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف والناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم وكذلك حجم الاستثمارات الكلية إلى جانب معدل البطلة كما شهد الاجتماع استعراض هيكل الاستثمارات الكلية لعام 2023-2024 وذلك إلى جانب التطرق إلى همية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلا عن جهود خطة تخضير الاستثمارية لما بعد قاب 27 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر